أنا مهندس على المعاش عملي 67 عام مريض سكر وضغط الحقيقة وماشي على الأدوية بانتظام أموري مستقرة وشفت عنات منتج دوائي إبرة بتتاخد مرة في الأسبوع هنا بيقول إن أموره مستقرة يعني برضو دي حالة نقف عندها يعني الشخص ده بياخد الدواء بتاعه منتظم عليه وفعلا الدواء بيجيب نتيجة وكويس هنا هو بيكلم على التطور يعني بيقول إن في علاج متطور ممكن يختلف شوية في اسلوب علاجه بيقول إن في إبرة واحدة بتتاخد مرة في الأسبوع وقالوا إنه بيغني عن كل أدوية السكر اللي بياخدها يبقوا هنا مدايئته من عدد الأدوية أو يعني تناولها بشكل كبير أو كده اشتلاها بالفعل وأخدت منها ودلوقتي مر شهر وسكر عندي مرتفع جدا يعني بتدهيح سيما حكي قلت مضعفات بشكل واضح هنا انتقلنا المشكلة تانية إن ده منتج طبي مقنن ومتعارف عليه طبيا بيتاخد فعلا مرة واحدة في الأسبوع لكن مش لكل الحالات يعني حضرتك السكر بتاعك منتظم كويس ما فيش فيه مشاكل لكن انت عايز بدل مع العلاج اليومي اللي بتاخده وانت بتاخد إبرة مرة في الأسبوع وتريح نفسك فيه كده فعلا لكن لحالات معينة ويجب تقييمها من خلال طبيب السكر فهو هنا فيه نصف الحقيقة الحقيقة إن هي فيه دواء أسبوعي لكن نصف الحقيقة اللي هو غير مذكور هنا إنه هو لا ينفع لجميع الحالات هو ممكن ينفع لحالات البري ديابيتك أو مرحلة ما قبل السكر أو يساعد مع أدوية أخرى فإن هو ينظم السكر وقد يشترك في إنه هو ينظم لي الوزن كمان فيتاخد مرة في الأسبوع لكن هو أخذ الكلام ده ساب الأدوية رغم أن هي عملة تأثير كويس وماشى عليه كويس وكلمة قاله مين اللي قاله يعني أنت أخذت الكلام ده منين فطلع أنه هو أخذ الكلام ده من على اليوتيوب واحد برضه لابس بلطه وفي إيده الإبرة وبيقول يا جماعة بدل العلاج اليومي اللي أنت بتاخده وخلاص هشيل العلاج اليومي وهتأخذ إبرة واحدة وهتنظم لك كل حاجة الكلام ده مش مظبوط علميا لكن ممكن يصح في بعض الحالات القليلة للسكر لكن مش في كل الحالات فإحنا بنقول لما تلقى حاجة زي كده أولا تأكد من إن اللي قدامك ده طبيب فعلا ثاني حاجة تأخذ الكلام ده وتروح للطبيب بتاعك وتقول له على وجهة النظر اللي أنت شفتها في اليوتيوب وممكن يشترك معك أو ينظم لك العلاج بتاعك زي ما أنت تريد لكن ما تاخدش القرار بنفسك ودي كارثة من الكوارث اللي إحنا بنشوفها بكل أسف بتحصل من الميديا حيط طبعا المهمة أولا حيك قلت وفكرة أننا النهاردة الميديا اللي بتدينا شكل جميل ورائع وسحري وداعا للسكر مرة أخرى تدي أبارات رنانة بتعزف على أوطار قلوب الناس اللي هي نفسها تتخلص من السكر فخلاص يعني الحكاية أنت جيت في المكان الصح بقى وعرفت أنك أنت أو المفتاح بتاع المريض عرفته إيه فجيت على الوطر الحساس زي ما بيقوله درسين حالات المرضى أظن يا دكتور نيدر لأن فكرة حتى أن يلعبوا على أوطار يعني مثلا بدل ما تاخد كذا دواء هو دواء واحد بس هيكفي ومرأة في الأسبوع يعني حتى طبعا دي حالات فعلا زي ما حكي قلت لازم كل حالة على حدة وتبقى بتناقش مع الطبيب المعالج نقدر نحلل ونتابع الحالة عشان ما تبقاش أي حد ياخد أي حاجة صحة